يعتبر تحويل الرصاص للذهب أحد أشهر الأساطير في تاريخ الكيمياء وكانت الأفكار والتجارب حول هذا الموضوع شائعة جداً في القرون الوسطى ولكن ما كانت تنجح أبداً وكان الهدف الرئيسي لهذه التجارب هو تحقيق السروة والغنى عن طريق تحويل المعادن الرخيصة إلى الذهب السمين ولكن في الحقيقة تحويل الرصاص ليصير ذهب بيتطلب إضافة نواة أو جسيمات إلى النواة الزرية للرصاص وتحويل البروتونات والنيوترونات في النواة وهذه النقطة بالذات بتتطلب كمية كبيرة من الطاقة ومن المستحيل تحقيقها بالتجارب التقليدية في المختبرات العادية بالإضافة إلى ذلك تحويل الرصاص إلى الذهب أيها المشاهد العزيز ما أنه مربح اقتصادياً لأنه كمية الطاقة الهائلة المطلوبة لتحقيق النتيجة بتخلي العملية مكلفة جداً وكمان لأنه كمية الذهب اللي يمكن الحصول عليها من هاي العملية رح تكون ضئيلة جداً جداً بالمقارنة مع تكلفة الإنتاج الباهزة لهذا السبب يعتبر تحويل الرصاص للذهب لسه مجرد خيال في الكيميا وتقريباً من المستحيل صناعته بالوسائل الحالية المتاحة لنا بس رغم كل شي تمت العملية بنجاح ولكن وقبل ما نبلش حلقت اليوم جيب ورعه وقلم واكتب أهم النقاط اللي ممكن تفيدك وجهز مثل العادة فنجان القهوة أو كاست الشاي وخليها كبيرة هالمرة وركز معي منيح خلينا نبدأ العالماء اللي في البداية عملوا هاي المحاولات كانت نظرة الناس لهم كأغبياء مجانين وطبعاً مثل العادة هاي الناس كانت صح مع أنه ما كانوا متأكدين أنه هاي التجارب رح تحقق اليوم الأحلام اللي كانوا بيحلموها واليوم كل الدول في العالم تقريباً بإمكانها صناعة الدهب بعد تطور الأدوات والاختراعات بشكل عام أيها المشاهد العزيز السؤال المهم بهاي النقطة من المهم أنه نفهم كيف هذا النوع من المعادن وصل للأرض وصار جزء منه أصلاً منبدأ من الفضاء كالعادة لشرح المعادن الغريبة العملية عزيزي المشاهد العسل بتبدأ من النجوم هذا المعدن غريب عن الأرض ما نوع مثل ما بيعتقد كتير من الناس موجود هيك تحت قشرة الأرض لأ بل إجه من الفضاء وبيرجع وجوده على الأرض إلى كمية من الانفجارات النجمية في الفضاء اللي بتتسمى سوبر نوفيا النجوم بتتكون من الهيدروجين والهيدروجين أبسط وأخف العناصر إذا تعمقت في الموضوع راح تلاحظ ضغط الجاذبية الهائل الناتج عن ضخامة المادة بيعمل ضغط واندماج نووي في نواة النجم بهاي العملية تتحرر الطاقة من الهيدروجينات وهي السبب اللي بتخلي النجوم مضيئة في السماء علمياً أيها المشاهد العزيز من ملايين السنين بيتحول الاندماج الهيدروجيني إلى عناصر أتقل هليوم كربون ووكسجين حارقاً المواد أسرع فأسرع حتى توصل إلى الحديد والنقل في كل الأحوال بيوصل الاندماج النووي إلى نقطة ما بينتج فيها طاقة كافية وبيتلاشع بعد الضغط من النواة وبتنصهر الطبقات الخارجية في المركز وترتد من حقنة الطاقة هاي بينفجر النجم هون مشكلاً سوبر نوفا الضغط الهائل من النجم المنهار عالي جداً لدرجة أنه جسيمات البروتونات والإلكترونات بتلتحم في النواة ليشكلوا النيوترونات ما بتنمتلك النيوترونات شحنات نافرة لذلك بيسهل احتواءها بواسطة مجموعة من العناصر الحديدية وهون بيسمح باحتواء العديد من النيوترونات بتشكيل عناصر أتقل وللنجوم ما بتقدر تشكيلها في الظروف الاعتيادية من الفضة إلى الدهب مروراً بالرصاص وبعدها اليورانيوم على نقيض ملايين السنين اللي بتطلبها تحويل الهيدروجين إلى هيليوم فتشكل العناصر الأتقل في السوبر نوفا هون العملية بتصير بسواني فقط بس بعد كل هاي القصة عزيزي المشاهد شو اللي بيصير في الواقع شو بيصير بالدهب بالفعل بعد الانفجار تنتشر موجات السوبر نوفا الاهتزازية المتسعة أو الواسعة وانفجار العناصر هاي بيخليه يتناسر بين النجوم محدساً موجات من الغبار والغاز اللي من بعدها بتنزل وتتراكم على الكواكب الثانية بشكل عشوائي وبهي الطريقة تقريباً وصل الدهب اللي موجود على كوكب الأرض اليوم وتاركاً وراه كمية من الدهب في كل بقعة وصل عليها الحدثات طبعاً صار قبل ملايين أو مليارات السنين وبعد تطور البشر تم اكتشافه وملاحظته كعنصر نادر اليوم منستخرج ومننقب عن الدهب بعد الطرق في مختلف بقاع الأرض وهذا الشي بسبب التناسر العشوائي اللي سببه الانفجار اللي حكينا عنه وهي العملية عمالة صير أيها المشاهد العزيز مع الوقت أصعب وأصعب بسبب استخراجه إذا حسبنا بشكل تقريبي كل الدهب في كل أنحاء العالم يعني كل الدهب اللي جمعوا البشر عبر التاريخ حتى يومنا هاد فالحقيقة ما في أي تقدير دقيق 100% لكمية الدهب اللي موجودة بكل أنحاء العالم ولكن بتم تقدير الكمية بناءً على الانتاج السنوي إله والمخزونات المعروفة وفقاً لتقدير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إجمالي انتاج الدهب العالمي وفي سنة 2020 بلغ حوالي 3200 طون بتشير التقديرات إنه المخزونات العالمية للدهب تتراوح بين 170 إلى 190 ألف طون وبتم توزيع إنتاج الدهب بشكل غير متساوي حول العالم حيث بتتصدر الصين وروسيا قائمة المنتجين بإنتاج بيتجاوز 25% من إجمالي الإنتاج العالمي وبعدها بتجي أستراليا والولايات المتحدة وكندا هلأ منيجي إلى النقطة المهمة هل يترى فينا إنتاجه؟ في الحقيقة نعم بس كيف بتتم العملية؟ باستخدام مسرعات الجسيمات يمكن إنشاء تجربة بتحاكي التفاعلات النووية اللي بتصير في النجوم واللي بتأدي في النهاية إلى تكوين الدهب وباستخدام هاي التجارب في البحوث العلمية لفهم تكوين العناصر الكيميائية في الكون بتقوم مسرعات الجسيمات هاي بتسريع جسيمات مشحونة بشكل كتير كبير وإدخالها إلى محطة استضام مع جزيئات تانية مما بيأدي في النهاية إلى تكوين نوات جديدة وباستخدام هاي التقنية بإمكانها تحقيق درجات حرارة وضغوط شديدة جدا بتشبه هذيك الضغوط اللي موجودة في النجوم وبالتالي مثل ما أنا تحاكي عملية تكوين الدهب على الرغم من أنه يمكن إنتاج الدهب في المختبرات باستخدام هاي الطريقة اللي حكينا عنها إلى أنه الكمية اللي ممكن الحصول عليها ضئيلة جدا وبحجم بزرع صغيرة وبتكلفة بتتجاوز القيمة الحالية للدهب بكتير بالمقارنة مع إنتاج الدهب بواسطة عمليات التعديل والتكرار الحالية وإنتاج غرام واحد رح يستغرق عمر الكون كله تخيل لهذا السبب عزيزي المشاهد لا يزال استخدام هاي التقنية في صناعة الدهب في المستقبل تطلب المزيد من الأبحاث وكتير من التطوير وبهي النتائج والكمية الضئيلة جدا والسعر المرتفع جدا جدا إنتاج الدهب في الوقت الحالي أنا أعتقد أنه ما نفكرة جيدة ولبين ما نقدر ننتج الدهب بالكميات المطلوبة والسعر المناسب للتجارة بيكون استخرجنا كل الدهب الموجود تحت الأرض على فكرة المحيط كمان بيعتبر من الأماكن اللي فيها دهب كتير أو الغنية بالدهب ولكن ما في أي تأدير دقيق لكمية الدهب الموجودة في المحيطات لأنه بيتواجد بكمية ضئيلة جدا صغيرة ومنتشر بشكل عشوائي مما بيسبب صعوبة بتحديد مواقع تواجده تحت المي وحتى التعرف عليه مع ذلك في بعض التقديرات بتشير إلى أنه كمية الدهب الموجودة في المحيطات تتقدر من الأطنان بين 13 إلى 20 طن وهي موزعة مثل ما قلنا في كافة المحيطات وبالتحديد في قاعة المحيط وحتى في الأنهار اللي بتصب في المحيط وبتحتوي بعض المياه المالحة على نسبة صغيرة من الدهب تقدر بحوالي 13 مليون جزء من المليون ومع ذلك عملية استخراج الدهب من المحيطات تعتبر غير عملية وحتى بطيئة بسبب صعوبة استخراجه وتكلفته العالية ومع ذلك البحث والاستكشاف في هذا المجال لسه مستمر وبيتم التطوير عليه وتطوير تقنيات لاستخراجه من المحيطات بكفاءة وبتكلفة ممكن تكون مناسبة في نهاية هذا الفيديو حابب أقولك أن صناعة الدهب هي صناعة تاريخية قديمة ومهمة تمتد عبر العصور وبتشكل جزء كبير من كتير ثقافات حول العالم الدهب في الآخر مانو بس زوق قيمة اقتصادية عالية في العالم وإنما كمان بمسر رمز للفخر والسراء والجمال ونحن اليوم في عصر التكنولوجيا وتطور سريع وممكن أنه يؤدي هذا النمو السريع إلى تطور صناعة الدهب أكتر وأكتر والتوقعات بتشير أنه تكون التقنيات المتطورة مثل التعديم بالليزر والطرق الحديثة لتكرير الدهب ستساعد على إنتاجية هذه الصناعة والتقليل من تكاليفها ومع ذلك لازم نذكر أنه استخدام الدهب ما بيقتصر فقط على المجوهرات والعملات الدهبية بل بيستخدم كمان بكتير من الصناعات والتطبيقات بما في ذلك الصناعات الإلكترونية والطب والتطوير الطبي والتحاليل الكيميائية وغيرها كثير وبصراحة وبالآخر حابب أقول لك صناعة الدهب أو استخراج الدهب مسير للاهتمام وبتستمر بالتطور والتغيير وبتوفر فرص للاستفادة في مجالات مختلفة بتمنى أنه هذا الفيديو أدام لك نظرة عميقة وشاملة حول الدهب وصناعته في النهاية أيها المشاهد العسل ما في دعية ذكرك في القناة وتفعيل زر الجرس وتستنى الحلقات القادمة وتروح تتفرج على الحلقات السابقة أكيد بتعرف هذا الشي وشكرا على المتابعة وبما أنه الدهب هيك داشر منتشر في كل مكان في الأرض ما حدا أقوله حق عليك خلينا نروح ندور على شوية الدهب ونضبط أمورنا حاج بقى سلام